المتحور الجديد من فيروس كورونا جي ان وان يتفشى بشكل كبير في العاصمة السورية دمشق منذ أسابيع وستاتعطيم من قبل الحكومة على حالة الإصابة بالمرض والوفيات الناجمة عنه أفقاً لموقع صوت العاصمة المحلي. الموقع أفاد نقلاً عن مصادر طبية بتسجيل 15 حالة وفاة خلال الأسبوعين الماضيين جراء الفيروس في دمشق في وقت لم تصدر وزارة الصحة السورية إحصائية رسمية حول عدد الإصابات وإعلانها عن حالتي وفاة لشخصين فقط في وقت سابق. المصادر قالت إن المستشفيات العامة امتنعت عن استقبال الحالة الطارئة التي تعاني من التهاب في القصبات الصدرية واحتقان وألم بالبلعومة ترافقه حرارة ببعض الأحيان ونقص في الأكسجة. وذلك في وقت يتطلب بالدخول للمستشفيات الخاصة مبالغ طائل لا قبل لمعظم السوريين بدفعها. ويبدأ سعر إبرة المضاد الحيوي والالتهاب في المستشفيات الخاصة من مئة ألف ليرة سورية في حين ترفض هذه المستشفيات تزويد المرضى بالأكسجين. وذلك لإجبارهم على دخول المستشفى والإقامة فيه بينما يتجه معظم المصابين إلى الصيدليات التي تعالج المرضى بالإبار المذكورة وجلسات رداذ فقط وسطى فقدان بعض الأدوية وارتفاع سعرها بشكل لافت. وكشف مدير عام مستشفى المواساة بدمشق عصام الأمين أواخر العام الفائت عن زيادة ملحوظة بنسبة الإصابة بأمراض تنفسية. لافتاً إلى عدم توفر مصحات مخبرية للكشف عن المتحور الجديد حينها، ما يدفع بالكوادر الطبية لتشخيص الحالات بالاستناد للأعراض التي يعاني منها المراجعون.